اشتركوا في القناة لقلتها السيد العذراء بعرس قانا الجليل أبونا الله معك الله يحفظك الشرح يطول لما بنا نحكي عن المحطة المفصلية الأولى اللي أظهر فيها المسيح ذاته وأظهر مجده مهما أمركم فافعلوا لغة السلطانة هذا يعني مش عادي هذا الكلام لش استعملت سلطانة مريم العذراء مع الخدم أطيعوا خلاص مهما أمركم فافعلوا يعني روحوا وطيعوا نعم معناتها عندنا أولا المجد لربنا والسلام لإسلام مريم عندنا فعل أمر وفعل الأمر موجه للخدام وموجه في مناسبة معينة وحيدة فريدة هي عرس قانا الجليل في ناس بقولوا إنه رسالة العذراء لإلنا إحنا هي بس مهما أمركم به فافعلوا هذا غلط العذراء ما قالت إلنا إحنا لإلي ولإليك وللأخت وللأخ مهما أمركم به فافعلوا هذه طريقة إنه للتنصل من إكرام العذراء زريعة لتجاهل سيدتنا من العذراء كأنه العذراء بتقولنا اعملوا اللي بقولوا يسوع نسوني أنا وخلص أنا ما إلي وجود أنا انتهى دوري ولادت المسيح وخلص لا 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 بس مجرد ما تكونوا عم بتقول مهما أمركم فافعلوا معناتها ما خلص دورة إذا هي قادرة أنه تقول لإلنا إذا افترضنا لإلنا هذا الكلام وقادرة أنه تقولوا لإلنا يعني ما خلص دورة بالعكس بعدها قادرة بتعطي الأمر هيدا صحيح معناته اللي اللي الإخوة هاو والأخوات هاو بيقولوا هو غلط أولا لأنه خارج عن الصيام هذا هو التحوير تحوير يعني الكلام متجه هايك من وجهه هايك نعم العذرة بتحكي للخدام هلأ صارت تحكي إلنا إحنا طيب والخدام زي ما تفضلتي بعدين في فعل أمر إذا بدك إذا بدنا نعرف وصية العذرة لإلنا بل تنبؤ العذرة عننا إحنا إحنا جميع الأجيال مش خدام عرص قانا الجليل اللي في فلسطين أنا فيه من الناس بقولوا إنا في لبنان نيع هاي لازم نشوف شو قالت بالحرف الواحد بكل وضوح في نشيد تعظم ها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال تطوبني يعني تهنئني تهنئني نفس الكلمة هي آرامية بالعبرة أشريني باليوناني مكاريون إذن كل المسيحيين في كل الأجيال على فكرة حتى غير المسيحيين يهنئون ويجب أن يهنئوا العذراء في جميع الأجيال هذه هي رسالتها لإلنا إحنا لكل الأجيال أتوبى يعني التهنئة الطوبى يعني التهنئة التطويب يعني التهنئة التهنئة من الأرامي توبى هون يعني طاب لهون يعني جيد لهون يعني أني إيالك أو زي ما بقولوا بالمصري يبختك فإذن هذه هي رسالة العذراء لإلنا مش مهما أمركم به ففعلوها هيد العمراء العذراء ما قالتها لإلنا عمراء ما قالتها لمار يوسف فهيدي قالتها بس للخدام في عصقان الجليل ومعناها عظيم جدا مهما أمركم به ففعلوه طيب قبل شوي يسوع قالك لم تأتي الساعة بعضمة لسانه إنه ما بده يعمل شي وإنتي بتقولينهم اعملوا اللي هو بده يقلكم اللي هو بيأمركم فيه طيب هو ما بده يأمر شي يا مدام إذن سيدتنا مريم العذراء أساسا هي بتفهم على يسوع ويسوع بيفهم عليها إذن كل هيد دروس هيد دروس لقلنا لأنه العذراء ويسوع متفاهمين بس الأسلوب هو أسلوب روائي لا يعلى عليه ولما سيدة العذراء طيب ابنك قال ما بده يعمل المعجزة ما بده يتحرك لم تأتي ساعته بعد رغم ذلك بتنادي الخدم شوفي هالجرأ وهو بيعمل له هيك تظهر هذا المجد ما هي أم لما شفت إنه أبناءها حرجوا في العروس معنا شو بدها تتركهم في الإحراج وبعدين هي بس لوحدها تمجد يسوع هيدا الشي حلو إنه هي كمانا كان عندها هيدا الغيري بس الغيرة على مجد يسوع ولكن أساسا إيه أم بتشعر بحاجة أولاد عكل حال مهما أمركم به ففعلوه هيدا معناها بالعربي أنا أمركم بأن تطيعوا ابني الملكة السلطانة تأمر هي سلطانة لأنها أم ولا إحنا نصر إنه مدام للسيدة المتزوجة مدام للأم لأنها تصبح ملكة تصبح ملكة على قلب رجل تصبح ملكة على قلب أولادها يعني بالنهاية الهدف واحد هدف مريم وهدف يسوع واحد طاعة الله الأب طاعة وإكرام الوالدين وإكرام العذراء وشفاعة العذراء أنا بحكي الله بمعنى الله نعم يعني بس تكون بدك تطيع الله بالنهاية بدك تنفس كل الوصايا اللي فيها إكرام الوالدين وغيرا على فكرة ما هو مع الأسف بعيد منك لما في ناس حطوا في مخهم مع الأسف يعني شعوريا أو لا شعوريا إنه يتجاهلوا سيدتنا مريم العذراء إنه يزيلوا سيدتنا مريم العذراء حطوا في مخهم هيك معناته ما بيفهموا النص خلص لا مهما أمركم به ففعلوه هيدا أمر غير مباشر ليسوع نفسه يسوع نفسه اللي قالها لم تأتي ساعة بعد هي بتأمره حطوتوا قدام الأمر الواقع أمر يعني أنا أمركم بأن تطيعوا ابني وأنا أمر ابني بأن يأمركم بحكي مع الجارة تتسمع الكنة لما بتقولهم مهما أمركم به ففعلوه وهي عارفة إنه قالها إنه ما بدوا يأمرهم وما بدوا يعملش شو معنيتها؟ هيدا الحكمة آه أنا أمركم بأن تطيعوا ابني وأنا أمر ابني اللي معصل جمعاه هلأني آه أنا أمر ابني بأن يأمركم والمسيح أطاع المسيح لما أمرهم كان يطيع والدتهم يعني ما تفكر مرتين وتفضل عمولي العجيبة وأذر مجده لو يسوع من هوا الجماعة كان قالوا له شو جايين عندي كل واحد منكم ما بفوت من هالبيب حلوا عني هيدا إمي بدها معجزة أنا ما بدي أعمل معجزة كان بإمكانه يفشلها بقولوا تفشلها؟ اي كان بإمكانه يخيب أملها ويخذلها كان بإمكانه يرفض الأمر الواقع أنا الرب وأنتي أمت الرب منك أنت يعني؟ شو يسوع عمل؟ احترم وطاع وقدم كل التقدير فعل أمر إذن الملكة السلطانة والدة الرب وهنا من يتدخل الملك الرب نفسه فش مقارنة بين إنه هو ملك لأنه هو إله وهي ملكة هي مش إلهة ولا معبودة هي أم الإله اتخذني هيدا الآية على مطرح تاني أبونا ببستان الزيتون لما كان عم يحكي مع الله الآب عم بقله إذا كان بإمكان أنه تبعد عني هذي الكأس ولكن لا لتكن مشيئتي بل مشيئتك هون عمل نفس الشيء هلقد في مساواة بين هنا مشيئة العذراء ايه يعني هيدا الطاعة متساوية من يسوع للأب ولمريم العذراء معنى الأمر موجه لمين في الواقع الأمر موجه ليسوع نفسه أنا آمر ابني بأن يأمركم ولما يسوع لهم أبوضائه املأوا الأجاجين ماء كان يطيع والدتهم اذا لما يسوع أمرهم كان فغلط مئة مرة مليون مرة غلط الادعاء إنه رسالة العذراء هي فقط قلنا انسوني تجاهلوني أزيلوني أنا بس بس ردوا على يسوع لا هاي الآية أمر لا يسوع نفسه بأسلوب غير مباشر يعني فينا نقول إنه العذراء مريم قادرة تغير بأحكام المسيح على البشر بسماح من المسيح نفسه لأنه المسيح هو الرب هي أم الرب بيعطيها الشفاعة هذه هي الشفاعة بيعطيها الوجاهة الوجاهة هذه عمرها ما بتوصل لمستوى الألوها تصل إلى مستوى النعم نعم زمنية ونعم روحية يكرم فيها السيد المسيح الإنسان والدتهم واللي ما بيكرم والدتهم فليقتل قتلا عند اليهود أما من ناحية الطبيعة الإلهية فالطبيعة الإلهية ليست العذراء ولا بأي شكل من الأشكال شريكة فيها وغلط اللي بقوله إنه إحنا لما منكرم العذراء بيكون في مقنا أو في قلبنا من تحت صورة الإلهة الأم أو العذراء خلينا نحكي بحلقة واحدة عن هذا الموضوع لأنه بيحمل حلقة قصة صورة الإلهة الأم هذه بتحمل حلقة لوحدة أبونا وضغط عذراء عمرها ما كانت عندنا إلهة هي سلطانة كأم الملك ولكن هي سلطانة إنسانية ملكة إنسانية أم الملك الإلهي المخلص الوحيد من خلال كل اللي عم تشرحوا أبونا بيتر هايدي الآية تحديداً بتحل عقدة الآية الأولى مالية ولا كيامرأة يعني ما بقى فينا نقول مجرد ما عمل فعل الطاعة ما بيقدر يكون عم بإلا مخصك بأول آية يعني بيشرحوا بعضهم وبحلوا عقدة بعضهم وبحلوا أساساً يسوع عارف كل اللي راح يصير بعدين وفي نفس الوقت نقدر نقول إنه مش العذراء اللي غيرت المخطط الإلهي يسوع نفسه عارف في مخطط الإلهي إنه يسمح لوالدته تغير المخطط ولكن هو نفسه لا شيء يخفى على ربنا ده أعطيكي مسأل ولا أشبه مرة كانت الوالدي الله يرحمه من غير اليوم كان عندها ضيوف نعم وانا خلصت ندوتي في الكتاب المقدس وكنت مرة بالأسبوع أبات عند الوالدي فارحيت قالتلي هاو ما معهون سيارة بالفرنسيوي قالتلي إنه نو پا دو فاتور أنا قلت لها يعني شو إنه نو پا دو فاتور يعني وصلون طرقت في مخي لم يبقى عندهم خمر أوك إخوسين إنه نوك إخوسين خمر لا عندهم إنه نو پا دو فاتور على فكرة اسم الوالدي سلطاني الله يرحمه طيب قلت لها بالفرنسيوي جسوي فاتيجي تعبان يعني ما فيني أنا أوصلها بعد فترة شربوا القهوة إيه سويتلي هيك ما جاوبت عيب هذا الشي أنا أبونا يعني بس ما جيبيش شيري يعني إيه ما حدا عم يعرف إيه ما حدا عم يعرف إيه في الآخر بتقولون زين بقولوا بالمصري أنستوا شرفتوا وهلأ أبونا ابني رح يوصلكون على البيت عفكرة كل الأميات بيعملوها هالشغلة بيحطوا أولادهم قدام الأمر الواقع إيه ومين قال لي صح الولاء وشبه فعلا فعلا يعني الحياة كلها إذا بدنا نعيشها بس على مثال يسوع كيف كانت علاقته مع أمه كيف كانت علاقته مع مار يوسف قدرين ناخد كتير بدها منطق بدها إحساس مش أحط في مخي إنه يسوع رب وإمه ولا شي هيدا إجرام إجرام إيديولوجي اختارها هي إيه كانوا يختار غيرها بدأ أطلع برات السياء شوي أبونا في لغت شوي عنا نحنا أو ما بعرف خليني بلش من حالي هل مريم كمان كانت تشارك المسيح بالمعرفة المعرفة أو الإحساس بما سيحصل في المستقبل يعني المسيح كان عارف شو ناطره عارف إنه في عنده مسيرة بده يقطع فيها كان يقرأ يعرف أفكار الآخرين يعرف شو عم بفكره تيجاه إلى أي مدى كانت مريم العذراء أم الإله تشارك المسيح بهذا النوع من المعرفة هيدا السيدة العذراء إنسانة ممتلئة نعمة متمم فيها الإنعام مباركة في النساء يعني مباركة أكثر من أكثر من باقي النساء المباركة ويسوع طفل صغير عمره أربعين يوم أجا شيخ جليل كبير لحيت له اسمه سمعان بحلق فيها هيك طلع فيها طلع في البيبي قالها إن ابنك هذا قدوا سيكون إيه إشارة هدفا للنزاع بعض سيقوم لأنه حيقبلوا وآخرون سيسقطون أما أنت طبعا ما هي النتيجة إنه إنتي راح تتقلمي سيجوز في نفسك سيف الحزن هلأ في ناس بقول إنه هيدا الآية زائدة بيشيلوها خلينا نشيلها لما بيقول لها ابنك هذا جعل هدفا للنزاع شو بتتوقعي من هيدا الأم ولما شافت ابتدت الأمور لأنه عرص قنا الجليل هيدا شهر عسل أجبار بعدها تعقدت الأمور وناس صاروا يحكوا على يسوع ناس معه وناس ضده بدأت تتذكر سيدة العذراء العذراء ما كانت غبية حلوة وغبية بعدنا كنا عم نقول إنها حكيمة حكيمة إذن شو بقول عنا نجيل له أمر ثاني بالفصل الثاني آية تسعة عشر وبعد آية واحد وخمسين وكانت مريم تحفظ هذه الأمور وتتأملها في قلبها تذكرت كلمات سمعان الشيخ وكانت تعرف إنه راح يصير في نزاع على ابنها بسبب ابنها وطبعا بعدين طبعا في شعور المرأة في شعور الأم الحدث يعني المعرفة كانت ناتجة عن تحليل الأحداث وعن إنها تحفظ نبوة سمعان أول شي نبوة سمعان مش لأنه في تكامل بينها وبين المسيح اللي هي أول بيت لأله يعني أول بيت قربان هي مريم العذراء مش لأنه في تكامل هي والإله عند المعرفة لأنه في تراكم للأحداث قدرت ابن مريم تقراها بطريقتها الحكيمة طبعا عندها يعني ما كان عندها المعرفة اللاهوتية عندها حدث الأم إحساس الأم كتير أشياء قبل ما تحصل لأولادة تكون حسيت فيها نعم كأمرأة وكأم ولكن أولا نبوة سمعان الشيخ بعدين لما كان عندها اطلاع على الكتب المقدسة كانت تعرف إنه المسيح سيتألم خصوصا أشعية 53 يعني منفرض إنه سيدة العذراء كان عندها ثقافة كبيرة في كلمة الله في العالم كان لابد إنها تكون متحضرة لهذه الساعة حتى تكون يمكن مواكبة قوة المسيح ومواكبة ثبات المسيح يعني ما بتقدر تكون هي ضعيفة وهو وما هو الدليل يوحنة 19-25 كانت واقفة مش مغمى عليها واحدة تجيب لها مي واحدة تجيب أسبرين كانت واقفة عند صليب يسوع أمه وأخت أمه أخت أمه يعني قريبة أمه لأنه مش ممكن خيات اتنين كن عندهم نفس الاسم نفس الاسم كانت واقفة عند صليب يسوع هذه البطولة الجرأة القوة في تحمل الألام وطبعا نعمة ربنا طيب لا أختم هالحلقة بموضوع كمان خارج السياق أبونا لو لم تقل مريم نعم لأن تقبل يسوع بأحشائها مين كان اختار الرب غيره؟ كان اختار أحسن منها لأنه ربنا عنده زوق مش زينا إحنا مرات ما عندنا زوق يعني معقولة كان عملية التجسد ما صارت لو مريم قالت لا؟ كان صارت عن طريق عزراء أخرى أفضل من العزراء وأجمل من العزراء وأذكى من العزراء وأقدس من العزراء ما إنه مفيش معنات ربنا أحسن الاختيار معناتها أفضل مباركة أنت في النساء قبل ما تقول لألي صباط مباركة ثمرة صباط مظبوط أنه اختارها منذ ما قبل التكوين لمريم لتكون أمه؟ طبعا ربنا بيعرف كل شي قبل بسلاف يعني الاختيار ما في مجال إنه نشك بالموضوع يعني في كثير بيقولو لك لو مريم قالت لا كان نقع حيالة واحدة ثانية حيالة إنساني نقع حيالة واحدة برضو كلام بس هو كان عارف رح بتقول إيه ما كان رح يختار شخصية حطها بموقع حرج وتقول لا يعني محضرة من ما كانت ندرة حالة للهيكل إذا صدقت هذه الرواية أن هذه بمنى بالأناجيل القانونية بس منقول شي بسيط جدا برضو منرجع لوين للمنطق العقل النزاهة في قراءة النصوص ووضعها في سياقها مش سلفا بدي أنفي العذرة سلفا بدي أنكر العذرة وبقعد ألف أدور زي اليهود كل هاي أثليب يهودية على فكرة وهي بنت التلمود اللي بيشنع حشوك الله بالمسيح وبالعذرة اللي بدي أقوله المسيح هو الوحيد الذي استطاع أن يختار والدته مين فينا أختار والدته فيك تختاري عريسك العريس فيه يختار عروسته ما حدا في التاريخ أتيح له أنه يختار والدته لو أنا أتيح لي أن أختار والدتي كان اخترتها أطوال شوي وبدون الضرار لأنه أنت بدك تكون أطول مش لأنه هي تتكون أحلى نو هيك الوالد كان يشكي إنها أصيرة كتير وقالوا له بتطول على العروس وما تطول هاي دي من أننيتنا مرات نتمنى يكون شيء أحلى بأهلنا تناخد الصفات نحن كمان ما هو فيه إشي معقول الأم هي أقرب إنسانة إلى الإنسان إذا ما بختارها وهلقدة بحبك كيف ما كانت كيف لما أكون أنا مختارة هالأم وأكون أنا الرب وأكون أنا الرب نعم يعني إذا زي ما قلنا وهيدا ما أنه زم في أي إنسان لأنه كتير ناس بيولدوا في هالفئات المنشقة عن الكنيسة فبضطروا يلفوا ويدوروا بالميراتة ويلووا الآيات وطيب لما يعني شفنا مالي ولكي يعني شو بخصني وشو بخصك ما فيها فلسفة ولا عبقرية ولكن مع الأسف في إله هذا الدهر يعني الشيطان شو بيعمل إله هذا وهون بدي أربطها مع المجد ثمان كورينتوس أربعة أربعة إلى هذا الدهر أعمى غير المؤمنين لألا يروا لألا حتى ما يشوفوا إيه حتى ما يشوفوا إنارت إنارت توم فوتزمون تو إفانجليوم تسدوكسس تو خريستوم يعني؟ يعني بالعربي إنارت إنجيل مجد المسيح خليني بس دقيقة بس تأشير إنه حضرتك عم تقرأ بالكتاب البين إيديك دغري عم بتترجم لنا من اليوناني للعربي أنت عم تقرأ بالكتاب اليوناني وعم تترجم لنا دغري للعربي نعم والمحل هو اتنين كورينتوس أربعة أربعة عكل حال مهما حاول إله هذا الدهر أبونا من يبحث بصدق نية عن الحقيقة الله يكشف له ذاته صح؟ بالضبط فوتزمون تو إفانجليو تسدوكسس تو خريستوم يعني إنارت إنجيل مجد المسيح مثلا شو دي هوا كيف بترجموها؟ إنارت الإنجيل المجيد عن المسيح حولوا المجد من المسيح للإنجيل حولوا إنجيل المسيح إلى الإنجيل عن المسيح إذا منرجع للمجد في عرص قان الجليل أظهر مجده فآمن به تلاميذه إذن هيدا المجد في عرص قان الجليل كان إله شفيعة وكان إله وسيطة في هيدا الحادثة اللي بتدل على وجاهة العذراء وعلى شفاعة العذراء لا لمغفرة الخطايا لا لفدائنا أنه المسيح هو الشفيع الوحيد واحد يحنى وواحد يحنى اثنين وواحد إلى آخره بل في نيل النعم السيدة العذراء تشفع لنا وكلنا شفعاء والمسيح هو الوسيط الوحيد كلنا شفعاء زي نقول ماربولوس في الرسالة الأولى تيموتاوس فصل 2 آية 1 وتابع ولكن الوسيط الوحيد بين الطبيعة الإلهية والإنسانية أنه يجمع وحده الطبيعة الإلهية والإنسانية هو يسوع إذن يسوع هو الوسيط الوحيد ولكن في شفيع للأخرين الشفيع الوحيد للتكفير عن خطيانه ولكن للنعم زي ما حصل في قانا الجليل السيدة العذراء والقدسون كثير حلو شكرا لك أبونا بيتر مدروس فعلا اللي بينبش بصدق عن الحقيقة إلا ما الرب يكشف له زيته لهون تخلص حلقتنا برنامج تحديات إيمانية إلى الملتقى في الأسبوع المقبل تتضلل كلمة فعل إيمان لبناء مجتمع مسيحي أفضل تحديات إيمانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر